مشاهدنا للمزيد حول هذا الموضوع ومؤتمر وزير داخلية الأقليم أيضا ينضم إلينا من أربيل مراسلنا مصطفى السلمان ليطلعنا أكثر حول المؤتمر أهلا بك مصطفى تفضل ما التفاصل لديك أهلا نوفين نوفين يعني مخرجات مجتمع خلية الأزمة اليوم مع رؤساء الوحدات الإدارية في أقليم كردستان تمخذ عنه عدة قرارات أول هذه القرارات وأبرزها هو تجديد الإجراءات عند مداخل أقليم كردستان أيضا تجديد الإجراءات الوقائية في الأسواق وفي كل المناطق والمرافق التي سمح لها بالعمل حكوة أقليم كردستان وخلية الأزمة لديها حتى الآن مخاوف من عودة الفيروس إلى أقليم كردستان وزير الداخلية اليوم طمأن السكان أن الوضع مستتب ومسيطر عليه نوعا ما لكن المخاوف ما زالت قائمة خلية الأزمة اليوم أعلنت عن سيطرة وصلت إلى نسبة 90% من السيطرة على انتشار فيروس كورونا لكنها ما زالت تبدي مخاوف كبيرة من عودة هذا الفيروس أو قدوم هذا الفيروس إلى أقليم كردستان مرة أخرى لذلك هي شددت الإجراءات وقطعت الطرق حتى الآن مع المحافظات العراقية ما زالت خلية الأزمة تشدد الإجراءات في مداخل أقليم كردستان إضافة إلى المداخل الحدودية مع تركيا وإيران وزير الداخلية اليوم قال أن خلية الأزمة لديها مخاوف من تزايد أعداد الإصابات في المحافظات وسط وجنوب العراق بالتالي هي مجبرة على اتخاذات الإجراءات الصارمة لمنع دخول أي شخص إلى أقليم كردستان خشية دخول الفيروس أو تسجيل حالات إصابة جديدة هناك حالة واحدة مصيبت وهناك حالتين للشفاء في أربيل وهناك حالة واحدة في السليمانية بالتالي الإجراءات المتخذة من قبل خلية الأزمة هي تعتبر إجراءات مشددة وخلية الأزمة اليوم أكدت على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية وضرورة متابعة الإجراءات من قبل لجان الصحة ومن قبل خلية الأزمة خشية إعادة فرض حضر التجوال مرة أخرى وغلق كل المرافق نعم مصطفى السلمان شكرا لك على هذه التفاصيل كنت معنا من العاصمة أربيل